ايه الاعراض اللي انا ممكن كأم أو كأب لو اكتشفتها في ابني لازم اخد بالي لان ده هيبقى جرس انذار ان انا لازم اعرف ان الطفل ده ممكن يكون بيعاني من اعراضي في التواحد اول حاجة الطفل من 6 شهور لسنة كده لما تيجي تناديه ولا كأنك بتنادي يعني ما يسألش فيك تيجي تلغيه هو مش مهتمة اصلا مش مهتمة باي لعبة انت بتحطيها قدام ومسلا انت لقي الاطفال الصغيرين بيعلىقولهم حاجات كده هو مش مهتمة خالص بالالعاب دي كمان هو يعني الاطفال الصغيرين في سن 6 شهور او لحد سنة لما تيجي تشيله تبقى هو بيمدي ايده كده وعايز يتشال هو مايفرقش معاه خالص اللي انت بتعمله من الحاجات اللي هو ممكن يكون بتظهر ان هو ما عندوش تواصل لفظي او غير لفظي يعني ممكن يتأخر في الكلام فتلاقيه حتى مش بيبصلك مهما حاولت ان انت تشد انتباهه هو مش معاك خالص مفيش حتى التهتها بتاعة الاطفال اللي هما ممكن يعملوها قبل ما يتكلموا هو ما عندوش تواصل لفظي او غير لفظي مش مهتم بمامته مش مهتم باي حاجة بتحصل حواليه هو عايش مع نفسه ما بيهتمش لما تيجي تشاور له على حاجة لو هو عايز حاجة كمان هو ما بيشاورش عليها فتحس ان هو ما بيعيطش خالص الا نادرا لكن ممكن يغضب ممكن يتعصب ولكن ما يعيطش مالوش طلبات تحس ان هو كده يعني كأني ما خلفتش انا معايا طفل كده هادي جدا ما بيعملش اي حاجة هنا هنا ابدأ اقلأ ابدأ احس ان انا ابني عندو مشكلة لان ده مش الطبيعي كمان ممكن ما يبتسمش يعني الاطفال احنا معروف ان هما بيبدأوا يبتسموا تلات اربع شهور يبدأ يبتسم يضحك كمان ست شهور سبع شهور يبدأ يضحك ويكركر الاطفال دول ممكن يكونوا ما بيتحكوش الا نادرا او ما بيتسموش الا نادرا طيب بعد ما كبر شوية يعني بعد كده في عندنا بقى شوية اعراض كده الاعراض دي ممكن نقسمها الى اول حاجة التواصل التواصل اول حاجة هو مش بيبص في عينيك يعني لما ييجي يتكلم معاك هو مش بيبص في عينيك عنده نظرة جانبية كده تلاقيه هو قاعد عامل كده يعني هو باصس ولكن هو باصس بالجنب كده فهو ما بيبصش في عينيك طبعا هنا في نقطة مهمة جدا انا لما لاقي ابني بيتأخر في الكلام او انادي عليه ما بيسمعنيش انا اول حاجة انا لازم اتجه لطبيب مثلا اذن اذن وحنجرة علشان اتأكد هو عنده مشكلة في ودنه ولا ما عندوش مشكلة هل هو سمعني ولا مستمعني لو هو ما بيتكلمش ومتأخر في الكلام لازم اعرف هل هو عنده مشكلة في النطق ولا ما عندوش مشكلة فالمهم الاول ان انا اشيل كل الاعراض العضوية اللي ممكن تكون سبب في ان هو بيتأخر في الكلام ما بيسمعنيش او ما بيتكلمش فهو مش بيرد علي لما بيجي اناديه ما بينتبهش لاي حاجة بتحصل حواليه لما بيجي الاطفال العاديين مثلا يشاور انا عايز مية يعني حتى لو ما بيعافش يتكلم هو بيشاور على الاشياء اللي هو عايزها للطفل ده ما بيشاورش لما بيكبر شوية حتى لما بيكبر مثلا سنتين تلات سنين ما بيشاورش هو بياخدك من ايدك يعني يروح مسكك من ايدك كده يعود يعيط وياخدك من ايدك يروح يوديك عند الحاجة اللي هو عايزها عشان انت تجيبها له فهو كمان لو انت شاورت له على حاجة هو ما بيبصش لها يعني مثلا احنا الاطفال الصغيرين تبدأ تقول له بص كذا فيه كذا هو ما بيبصش هو مش منتبه لك تماما لما بيجي يلعب الطفل ده لما بيجي يلعب بيلعب بطريقة غريبة شوية هو ما عندوش لعب التخيلي اللي موجود عند الاطفال ولكن هو بيلعب بطريقة ان هو يجيب مثلا العربيات ويروسها حوالين بعض يعني روسها ورا بعض كده ويعيد ترتبهم مرة تانية ويعملهم ويعيد ترتبهم مرة تانية هو عندو طريقة نمطية كده في الحياة او في الاشياء اللي هو بيلعب بيها لما يجي يلعب كمان هتلاقي عندو اهتمام غريب جدا بالعربيات بالعجلة بتاعت العربية طول ما العجلة بتلف كده هو مندهش جدا للحركة اللي بتحصل دي ممكن يندهش جدا لحركة المروحة للغسالة فهو طريقة اللعب بتاعته مختلفة هو ما بيلعبش معك يعني هو ما بيلعبش مع حد لما بيجي يتواصل ما بيسمعش الكلام يعني ولا كأنك بتقوله اي حاجة غير مطيع تماما ليه اللي انت هتقوله له زي ما احنا كنا شفنا مع الاساس امير ان هو تقوله افتح الكشكول افتح الكراسة هو مش معاه هو في عالم تاني لوحده هو جوه نفسه من ضمن الحاجات او من ضمن الاعراض ان الطفل ده الصغير اللي هو سنتين مثلا او سنة سنتين هو ما بيعرفش يعمل باي باي يعني من ضمن المشاكل بتاعت التواصل نعم ما يعرفش يعمل الحركة دي ده بالنسبة ليه الاعراض اعراض التواصل بالنسبة للتفاعل الاجتماعي والجانب الانفعالي واللعب زي ما انا قلت هو ما بيلعبش بطريقة العادية بتاعت الاطفال ما بيحبش يلعب مع الاطفال اللي في سنه ما بيحبش يلعب حتى مع بابا او ماما الا في لعبة واحدة بس بيحبها جدا هي لعبة الاستغمية ان انت تستخبه وهو يدور عليك وكده ده اللعبة دي اللي هو بيفضلها كمان الاطفال العاديين تلاقيه مثلا لو ماما بعدت عنه ممكن يعيط ويقرب منها ويمسك فيها لا هو ممكن ماما تبعد مش فارق معاه خلص ماما ممكن يكون معاك في مكان معين يسيبك ويمشي وما يهتمش وما يعيطش ان هو تايه ولا اي حاجة هو مش مهتم تماما بدا المشكلة كمان ان هو الانفعالات عنده يعني صعبة شوية هو ممكن تلاقيه بيدحك من غير ما يكون فيه سبب للضحك او بيعيط من غير ما يكون فيه سبب ممكن ينهار ويجي له نوبات غضب شديدة جدا وده لانه مش عارف يعبر عن مشاعره كمان هو ما بيفهمش ازاي اللي قدامه بيفكره او ما بيفهمش مشاعر الاخرين او ما بيفهمش الاماءات اللي ممكن الاخرين يعملوها قدامه فهو عنده مشكلة كبيرة جدا في التواصل بالنسبة للغة كمان ما بيتكلمش يعني هتلاقي الاطفال دول ما بيتكلموش وعندهم صعوبة في ان هم يتعلموا الكلام ولو اتكلم بيقول كلمات مفردة وممكن يقول كلمات مش في مكانها لما ييجي يستخدم الضماير ما بيقولش مثلا انا جعان يعني ممكن يقولك انت جعان او ممكن يقولك عصام جعان اللي هو مثلا عصام ده هو نفسه فهو عنده مشكلة في استخدام الضماير بيستخدم الكلمات في غير محلها صعب جدا في استخدام الجمل عنده طريقة في الكلام زي الانسان الآلي يعني كأنه بيتكلم بطريقة آلية حتى لما بيجي عيض بيكون صوته غريب في العياض